كمان على مستوى الماركتنج واسم النادي الاهلي وقديه نجوم كبارة انت سجلت معهم وبعثونا بيقيدوا التجربة جدا وبيتابعوا مسلماني بشكل مميز يعني هو كمان الفكرة يا كابتن هاني انه انت دلوقتي كل شوية الكلام عن التحكيم في افريقيا بيزيد شوية بنتكلم عن النهائي الكونفدرالية وان التحكيم ما كانش على المستوى شوية بنتكلم عن اختيارات الحكام مين هيبقى لك حكم مباراة نهائية الحكام بتوع السيمي فاينل مش عايز الناس تنسى انه جاني سي كازوي في مباراة سيمي فاينل هناك في المغرب كان ممكن في لحظة يقلبلك المطش بضربة الجزاء اللا ولا تقلق الشناول انت باقدام لعابتك انت تقدر تتحدى الحكم لما يكونوا عايز يحجمك ما بنتهمش حد بالفساد ابدا لكن بقول انه برضو وجود مسلماني مع وجود كمان ان انت متابع واخد خطوات استباقية على طول اعتقد نادي الاهلي اكتر من مرة حذر من مستوى التحكيم وخاطب الكاف وكان له خطوات من النادي الاهلي يقدم احتجاجات رسمية وطلب انه يكون حكام على اعلى مستوى هم اللي موجودين في مبارااته زاد في الادوار النهائية والمباراة المصرية دي اعتقد ان كل دي عوامل تدي سابورت المسلماني كمان في وجوده وخبرته وانه لعب البطولة دي قبل كده واخد البطولة دي قبل كده انه انت موضوع مبشر بالنسبة لك لكن انت منتظر لسه هتشوف مين هيصعد من الطرفين التانيين بسبب ظروف تأجيل المباراة انا مقدرش اتوقع قوي لانه النتيجة هناك ما كانتش واحد صفر غير اتنين صفر وكمان غير كده كمان الحتة التأجيل وكده بتخلي كمان تفتح بها باحتمالات اكتر من كده لانه ما تعرفش ممكن يحصل لقدر الله اصابها هنا او هنا ما تعرفش الوضع هيبقى ماشي ازاي فما تقرش تتحكم فيها وفي نفس الوقت الرجاء يعني فريق عنده طموح وفريق برضه زيه زي الوداد من الفرق الكبيرة في افراقيا والفرق اللي خدت البطولة دي قبل كده وعنده لعبة مميزة عنده طموح انه يعمل حاجة نادي الزمالك برضه نفس الكلام بيكافح انه يحاول يوصل للمباراة النهائية لكن انا شايف انه سواء الرجاء او الزمالك في النهاية النادي الاهلي هدفه الوحيد هو البطول مش هيفرق معاه لده او ده وفي نفس الوقت كمان اعتقد انه مسيماني شاف الفرق دي كلها قبل كده فكشغل فني هو الموضوع بالنسبة له مش هيبقى صعب